لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين روحي وأرواح العالمين ومن في الوجود لك الفدا وأقل الفدا يا قتيل العدا ومسنوب العمامة والردا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوزا فوزا عظيمة ذاك المناء لو أن ذلك يحصل يا غريب يا مظلوم كربلة الله أن يدمن الله أن يدمن فيك أربلا سفكا لم يجر في الأرض حتى أوقف الفلك وأي خيل ضلال بالطفوف في عدد على حريم رسول الله لن تهكا يوم بحامية الإسلام قد نهضت له حمية دين الله إذ تركاه رآ بأن الطريق الغيم اتبعون والرشد لم تدر قوما أن يتهن سلكا والناس عادت إليهم جاهليتهم كأن من شرع الإسلام قد أفكا وقد تحكم بالإسلام طاغية يمسي ويصبح بالفحشاء منهمكا لم أدر أين رجال المسلمين مضوا وكيف صار يزيد بينهم ملكا العاصر الخمر من لؤم بعنصره ومن خساسة طبع يعصرون ودكاء هل كيف يسلم من رجسين ووالده ما نزهت حمله هندون عن الشركاء قد أصبح الدين منه يشتكي سقما وما إلى أحد غير الحسين شكا فما رأى السيبط للدين الحنيف شفاء إلا إذا دمه في كربلا سفكا وما سمعنا عليلا لا علاج له إلا بنفسي مداوي إذا ألك قل السبط لا تنهضم يا دين جدي لجلك لضح بصحب صحبتي وجميع ولدي والله لداوي علتك بصواب شابدي وبحزن أحري وضيعت عيالي سوية قل لأ خاف بذبحتك توقع أعلامي وينهدر كني وينتكس يا حسين هامي وتزداد بي علتي ومالي محامي وذبحك يا بن حيدر ما هو هين علي هيا جد حزني يا شب الحيدر وطاها قل لأ ندرب علتك وعرف دواها لجلك لخلي جثتي تبقى بعراها وينرد الصدر والحرم تمشي حدي ولكن الأمر آل الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أترجو أمة قتلت حسينان شفاعة جده يوم الحساب قد خسروا الدنيا والآخرة بقتلهم للحسين سلام الله عليه وإن هذه المصيبة التي جرت على الحسين وعلى آل الحسين في أرض كربلا وفي غير كربلا لأنه الحوادث والوقائع كثيرة التي حصلت والمصائب لعلها أعظم من مصائب يوم العاشر بعد مقتل الحسين سلام الله عليه نحن في ليلة العاشر من المحرم أو في يوم العاشر نكون مقيدين وما نقدر نذكر تفاصيل ما بعد المقتل لكن في مثل هذه الليالي وفي مثل هذه الأيام لا بأس بذكر ما حدث ما بعد المقتل ما بعد مقتل الحسين سلام الله عليه من قدوم السبايا إلى الكوفة إلى الشام الحوادث التي جرت على عترة الرسالة على بنات الرسالة عوادث كثيرة ويندى لها الجبين وتبكي السامع إذا سمع الصحيح ما عانته زينب كل هذا بعين زينب يقول السيد المقرم رحمة الله تعالى في مقتله في كتابه مقتل المقرم يقول بعث ابن زياد رسولا إلى يزيد ابن معاوية يخبره بمقتل الحسين سلام الله عليه وبمقتل أصحابه وإن السبايا وإن بنات الرسالة موجودين عنده في الكوفة فينتظر الخبر من يزيد شنسوي بالسبايا نقتلهم نسرحهم وراح الرسول إلى يزيد ورجع بخبر من يزيد ابن معاوية بأن تسرح بنات الرسالة سبايا إلى الشام وكتب عبيل الله ابن زياد رقعة وربطها بحجر وألقاها في السجن اللي فيه موجود آل الحسين سبايا الحسين سلام الله عبد مكتوب في هذه الرقعة لقد خرج البريد إلى يزيد في يوم كذا ويعود في يوم كذا فإذا سمعتم التكبير فأوصوا إذا سمعتم الناس في الكوفة تكبر والأصوات قد تعالت أنتوا نقولوا وصيتكم بعد يعني الأمر جمع يزيد بقتلكم وإلا إذا ما سمعتون صوت اعلموا بأنه الأمان وعقب ما وص الكتاب من يزيد ابن معاوية مكتوب فيه أن يسرح آل الحسين سبايا إلى الشام ثم أمر عبيد الله ابن زياد زجر ابن قيس لعنه الله وأبا بردة ابن عوف الأزدي وطارق ابن ضبيان أن يحمل رأس الحسين هذين الثلاثة أن يحمل رأس الحسين سلام الله عليه للشام إلى يزيد ورؤوس من معه من أصحابه وقد سر رح في أثرهم يعني بعدما طلعوا بالرأس وراحوا طلعوا من الكوفة طلع في أثرهم زين العابدين سلام الله عليه مع سبايا مغلولة يديه إلى عنقه في حال تكشعر له الأبدان واللي يسوق هذه القافلة قافلة السبايا شمر ابن ذي الجوشن ومجفر بن ثعلبة العائدي وشبث بن ربعي وعمر بن الحجاج هذه الأربعة وأمرهم عبيد الله بن زياد بأن يلحقوا بالرأس بحاملين الرأس فطلعوا من الكوفة وجد والمسير إلى أن لحقوا بحاملين الرأس في إحدى المنازل يقول ابن لهيعة كنت في كنت في مكة فرأيت رجلا متعلقا بأستار الكعبة متعلق بأستار الكعبة وهو يقول ولا أراك فاعلة يعني يطلب المغفرة من الله تبارك وتعالى وهم أيس يقول ولا أراك فاعلة ما بتغفر لي له واش يقول فساءني فأقبلت إليه أخذته جانبا قلت له إنك لمجنون إن الله غفور رحيم فوالله لو كان الذنوبك بعدد القطر لغفرها الله لك قال فقال لي اعلم أني كنت ممن سار برأس الحسين سلام الله عليه إلى الشام فإذا أمسينا وضعنا الرأس وشربنا حوله اشربون الخمر حول رأس الحسين عليه السلام يقول ففي ذات ليلة مظلمة وأنا أحرس الرأس الشريف هذا الكلام كل تقدر أنت تشوف في مقتل المقرب يقول فإذا أمسينا شربنا الخمر حول الرأس يقول ففي ذات ليلة أحرس الرأس وأصحاب رقود وإذا بي أرى برقا وخلقا قد أقبلوا وأطافوا حول الرأس الشريف يعني الملائكة يقول وسمعت قائلا يقول يا محمد إن الله أمرني أن أطيعك فلو أمرتني أن أزلزل الأرض بهؤلاء كما فعلت بقوم لوط فقال النبي صلى الله عليه وآله إن لي موقفا بين إن لي موقفا معهم يوم القيامة بين يدي ربي سبحانه يقول هذا الرجل الآيس من رحمة الله يقول فانكببت على قدمي رسول الله صلى الله عليه وآله قلت له الأمان يا رسول الله فقال لي اذهب لا غفر الله لك فهل ترى الله يغفر لي حتى وأنا متعلق بأسدار الكعبة الله يغفر لي ما أظن بأن الله يغفر لي وساروا برأس الحسين بعدها إلى أن وصلوا إلى أحد المنازل ولم يشعروا ولم يشعروا بشيء سوى أنه فجأة قد خرج أو قد ظهر قلم حديد من الجدار وقد كتب بالدم أترجو أمة قتلت حسين شفاعة جده يوم الحساب ولم يتعظوا من هذه الآية التي ظهرت لهم بل بقت قلوبهم مؤصدة ومغلقة على الحق وبالقرب من حماة هذه منطقة فيها مسجد يقال له مسجد الحسين سلام الله عليه وهذا المسجد يحدث القومة بأنه الموضع الذي نصب فيه رأس الحسين سلام الله عليه سالت منه من رأس الحسين قطرة على تلك الصخرة ولما نزلت النقطة على تلك الصخرة ظلت هذه النقطة تغلي كل سنة يوم عاشورة والناس تجتمع حولها فيندبون ويبكون على مصيبة الحسين عليه السلام إلى عهد عبد الملك بن مروان أزالت تلك الصخرة وأخفى أثرها لكنهم بنوا قبة موجودة بنوا قبة وسموها وسموها بالنقطة مزار ومشهد النقطة وهي نقطة الدم من رأس الحسين سلام الله يقول الشيخ عباس القمي رحمة الله تعالى عليه محدث الفاضل يقول عند ذهابي إلى الحج مررت بأذي المنطقة ومررت على مسجد الحسين ورأيت تلك الصخرة يقول وسمعت الخدم يتحدثون عنها بالقرب من حلب وصلوا بالرأس والسبايا إلى حلب قبل الشام بالقرب من حلب في مشهد يسمى مسقط السقط وذلك أن آل الرسول لما جئ بهم إلى هذه المنطقة كانت زوجة الحسين سلام الله عليه حبلة وأسقطت في هذا الموضع وسمي ذلك السقط محسنا ثم ساروا ونزلوا في إحدى المنازل بالقرب من صوم علي راهب وحطوا رحلهم هناك وحطوا الرأس نصبوا الرأس وذلك الراهب سمع في الليل تسبيحا وتهليلا طلع وإذا به يرى النور يشع من الرأس المطهر وقائل يقول السلام عليك يا أبا عبد الله فذوهل وتعجب من هذا الفعل الذي رآه ومن هذا الأمر الذي شاهده فلما أصبح الصباح أقبل إلى القوم وسألهم عن هذا الحال قالوا إنه رأس الحسين ابن علي ابن أبي طالب وأمه فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله فقال تبا لكم أيتها الجماعة لقد صدقت الأخبار أنه إذا قتل تنطر السماء دمى ثم طلب منهم أن يقبل الرأس الشريف قال لهم اعطوني الرأس بأقبل جبينة فرفضوا ولم يجيبوه إلا بعد أن دفع إليهم الدراهم عطاهم شوي من الدراهم عطوه الرأس قبله ثم أسلم ببركة الحسين المذبوح الضامي وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وما إن سار القوم بعد هذه المحطة أخرجوا الدراهم وإذا مكتوب عليها وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون هذه المصائب العظيمة كلها كانت بمرأة ومسمع زينب تنظر إليها وقد أخبرها الحسين بمصيبته في ليلة العاشر من المحرم لما أقبل إلى أخته زينب قال أخي زينب ترتي في تلك الليلة ليلة العاشر هذه آخر ليلة أنا وياش وبعد ما تشوفين الحسين لا ترين الحسين إلا في موارد تشوفين فيها الحسين متى أبو علي لا ترينه إلا ورأسه على رمح طويل والريح تلعب بشيبتي ألا من مناد وحسين قام يودع زينب وقام يخبرها بالمصائب نادى بهالسواد الليل يلا يا حبيبي بهالسواد الليل بهالسواد الليل ويان أهلنا ومن أهلنا ينقطع بات شر أمالنا بهالسواد الليل ويانا أهالنا ومن أهالنا ينقطع باتشر أملنا هاي آخر وداع وياخوتي السباع هاي آخر وداع وياخوتي السباع والصبح مجزرة تصير الغاضرية الله يلعن الله يلعن باتر العالم يشوف أعظم فجيعا باتر يذبحون لحسن ورضيعا باتر العالم يشوف أعظم فجيعا باتر يذبحون لحسن ورضيعا عقب ذبح الإمام يحرقون الخيام عقب ذبح الإمام يحرقون الخيام عدوان ما في قلوبهم رحمة وحامية الله يلعن الله الله باتر العباس يمسع للشريعة عمتان الصين ويشفو فه قطيعا لا يسار يمين ويظل جيس مرحين عين مرمية بسهم عظم الرزيه الله يلعن الله الله يلعن باتر أم الأكبر تحشم ولدها صيح يا ابني تعوفني بساعة شدادها وتعابتني بريباك لا تروحي في داك وتعابتني بريباك لا تروحي في داك ولا هنالي العيش يا ابن الطالبية الله يلعن الله يلعن باتر أم جسام تصرخ وين جاسب ليش يبنع للثارة مطابرنا عل أوليد الشباب ليش يبنع للثارة مطابرنا على أولادي الشباب صار دم الخضاب على أولادي الشباب صار دم الزفة صارت براضي الغاضرية الله يلعن باشر تشوفين جسمي يا حزينة بالسيوف وبالرماح مقطعينة باشر تشوفين جسمي على الوطية وفوق صدري الدوس خالي الأعواجي وحسينة سامحي هذا المقتل يختي وكتي الظهور لحزن حر الشمو ألا من مناد وحسينة ألا من مناد والسيدة سعد الله قلب زينب وهي تنظر إلى هذه المصيبة قامت تخاطب النبي نادت يجدي مات محهد وقف دونه يجدي مات محهد وقف دونه ولا نغار غمضلي عيونه وحيدي عالجه من خطف لا نأ ولا واحد بحلقه ما يقطر اللهم صل على محمد وآل محمد تقبل عزانا اشف مرضانا اقضي حوائجنا يسر أمورنا سهل مطالبنا أمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا وإلى أرواح موتانا وموتى المؤمنين والمؤمنات رحم الله من يقرأ سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات اشتركوا في القناة